بعد مرور نحو خمسة أشهر على التظاهرات والاعتصامات وبالرغم من الدماء الغزيرة التي سالت وما زالت تسيل في العراق لم تقم الكتل السياسية وأحزاب السلطة حتى اللحظة بإجراء مراجعة سياسية أو أخلاقية لأدائها بل أنها بدلا من اعترافها بأخطائها عملت على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء المرفوض من الشارع المنتفض متظاهر ثورة تشرين بدأوا التحشيد لتظاهرات واسعة من المقرر أن تنطلق يوم الأحد الأول من شهر آذار أمام المنطقة الخضراء وسط بغدان تظاهرات تهدف إلى التأكيد على مطالب الثورة واستمرارها ضد نظام الأحزاب الفاسدة والطائفية وضد المحاصصة الحزبية التي تنخر جسد الدولة فضلا عن التأكيد على رفضهم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي يستعد لتدشين جولة حوارات جديدة مع كتل وقوى سياسية تمهيدا لجلسة البرلمان المقبلة التي خصصت للتصويت على منح الثقة لحكومته بعد فشله في تمريرها بالجلسة السابقة بسبب الصراع على المناصب ورغم الإجراءات الحكومية المتعلقة بحضر التجمعات الكبيرة وتقنين الانتقال بين المدن بسبب انتشار فيروس كورونا التي عدها المتظاهرون محاولة حكومية جديدة لإجهاض الثورة وقمع المتظاهرين إلا أن دعوات الناشطين والمتظاهرين للتحشيد لتظاهرات مليونية مقبلة لاقت قبولا واسعا من جميع أبناء الشعب العراقي متظاهر بغداد والمحافظات المنتفضة أكدوا أن المتظاهرين من مختلف المحافظات الجنوبية سيتوجهون إلى العاصمة بغداد للتظاهر في محيط المنطقة الخضراء مؤكدين أن التظاهرة ستمثل رد فعل قويا على إصرار أحزاب السلطة على الزج بمرشحها في الحكومة الجديدة الكتل والأحزاب السياسية ومن خلال محاولات تمرير حكومة علاوي تسعى لتثبيت سياسة القتل والقمع والفساد حيث ظهر مكلف الأحزاب محمد علاوي عدة مرات في أقل من شهر وهو يتحدث عن عدم السماح بقمع التظاهرات في العراق ومنع الاعتداء على المتظاهرين إلا أنه في هذه الفترة تحديدا استشهد ما لا يقل عن 15 متظاهرا في بغداد والنجف وذيقار وواسط فضلا عن جرح العشرات الجميع يتوقع أن يضرب البرلمان مطالب ثورة تشرين عرض الحائط ويمنح الثقة لحكومة علاوي التي لا تختلف عن سابقاتها إلا بالأسماء وهذا ما يدفع المنتفضين للدعوة لمليونيتهم والاستعداد لاقتحام المنطقة الخضراء سلميا اشتركوا في القناة